اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الانسان كله النهاردة اناخد شخصية القديس تيتوس الرسول ده واحد من تلامزة معلمنا بوليس الرسول وكان رهي رسالة مخصوصة زم معلمنا بوليس بعت رسالة القديس تيمو الثاوس برضو بعت رسالة كمان للقديس تيتوس احنا النهاردة هنشوف مع بعض ايه مدى تأثير القديس تيتوس على القديس بوليس الرسول نفسه فمعلمنا بوليس رغم انه كان عملاق في الكراضة وسافر لبلاد كتير جدا وربنا اداله موهبة صنع المعجزات واخراج الشيطين وعمل ايات ورغم انه هو راح السماء التالتة ونزل تاني رغم كل الحاجات الجبارة في حياته لكن كان فيه حاجة جواك انسان انه هو كان بيحتاج اوقات حد يريحه او يعني يعزيه او يسنده ودي حاجة بتبنينا الانسان كله يعني الانسان رغم انه هو ممكن يبقى يعني ربنا ما ادي له حاجات كتير اوي قديس وفيه حاجات عظيمة اوي لكن هو انسان برضو الناحية الانسانية فيه موجودة احتياج الانساني لحد يريحه قديس تيتوس كان هو ده اللي كان سند للقديس بوليس ومصدر راحة لي ومصدر تعزيلي فيه شاهدين في الرسالة معلومة بوليس جمال اوي اعاوز اقراهم معاكم ونشوفوا يعني ايه ازاي التأثير بتاعه كان على بوليس رسول الشاهد الاول فيه كورونسس التانية صح 2 رسالة التانية لكورونسس الصح 2 اية 12 و 13 يقول لما جئت الى ترواس لاجل انجيل المسيح وانفتح ليه باب في الرب لم تكن ليه راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي فقدعتهم وخرجت الى مكدونيا دي حاجة عجيبة اوي يعني بوليس الرسول بيقول انا جيت لاجل انجيل المسيح وانفتح ليه باب في الرب ورغم من كده ما كانش مرتاح ليه ما كانش مرتاح لاني لم اجد تيتوس اخي طب يعمل ايه قعد شوية وما كملش الخدمة هناك لكن ودعتهم فخرجت الى مكدونيا وهنا السؤال يعني ازاي الكلام ده ازاي حد بيخدم الخدمة الجبارة دي ويروح بلد تانية وبعدين ما قدرش يكمل فيها عشان ما لقاش تيتوس يعني تيتوس ده كان بالنسباله مصدر راحة وتعزية كبيرة قوي كمان الشهد التاني في كورونتوس التانية صح 7 آية 5 و 6 بيقول لأننا لما قتينا إلى مكدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء من خارج خصومات من داخل مخاوف لكن الله الذي يعذي المتضعين عذانا بمجيء تيتوس يعني رغم ان هو بيقول انا كنت ما فيش راحة في جسدي وانا كنت في اكتئاب ونفسيتي حزينة ومن خارج خصومات ومن داخل مخاوف رغم كل الحاجات الصعبة دي لكن الله الذي يعذي المتضعين عذانا بمجيء تيتوس يعني مجرد مجيء تيتوس لبوليس الرسول كان سبب تعزية كبيرة والتعب اللي هو كان حاسس به والضيق اللي هو كان بيكتازه كل ده يعني ما اثرش عليه تأثير كبير في حضور تيتوس الرسول ودي حاجة بتلفت نظرنا نوعية الشخصيات المريحة في حياتنا الناس اللي هي مريحة وبتدي تعزية وبتدي سلام احيانا احنا بنشتكي بنقول محدش حاسس بيا محدش بريحني محدش عارف اوجاعي كويس حلو انك تقول كده لكن لو عكست السؤال يعني لو قلت انا بريح مين انا بعز مين انا بسند مين مين اللي يقدر يقول علي انا بالنسباله مصدر راحة ومصدر تعزية لان اوقات كتير احنا بنركز قوي على نفسنا واوقات من اوقاش متحملين نسمع شكوة حد ولا تعب حد لكن عاوزين احنا شكوتنا وتعبنا يتفرد له يعني يكتب ونعد بالوقت الكتير نحكيه لكن عشان حد نقدر نسنده ونضمت جره حتى نسمعه دي اوقات بتبقى صعبة لكن خلينا النهاردة يعني نحط قدامنا نموذج القديس تيتوس انه ازاي كان مريح لمين لواحد زي بولوس الرسول العملاق وازاي كان مصدر تعزية ليه وازاي كان بولوس الرسول في عز تعب وقلم وضيقاته لما بيشوف تيتوس كان بيرتاح ونفسيته بتبقى حلوة ودي حاجة يعني بتخلينا كلنا نراجح حياتنا احنا دورنا ايه اتجاه بعض هل احنا بنسند بعض بنعز بعض بنريح بعض بنفرح بعض بنسمع بعض بنحس ببعض ولا احنا مشغولين بنفسنا مين يريحني مين يسندني مين يعزيني فالنهاردة نحط النموذج الحلو ده لتيتوس الرسول انه رغم نبولوس كان يعني عملاق في كل شيء ولكن الانسان كله محتاج حتة نقصة من جوه حتة الاحتياج للسند والمعزي والمريح وده كان قديس تيتوس ربنا دينا نعمة كلنا نبقى زي القديس تيتوس نبقى مراحين ونبقى مصدر تعزية للاخرين لإلهنا كل مجد وكرم الأباد اشتركوا في القناة